عندي بعض الأخبار المهمة تتعلق بفريق النادي الأهلي قبل ما أتكلم عن الفرق النهاردة قرار مهم جدا مجلس إدارة النادي الأهلي واجل اجتماعه لوفاة والد الكابتن جوهر نبيل بنعزيه طبعا بنقول له البقاء والدوامة لله ربنا يرحمه وربي يخفر له ويسكنه في سيح جناته ويلهم أهله الصبر وسلوان طبعا بنعزي الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فبالتالي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة قراروا أنهم يأجلوا الابتماع اللي كان من المفترض أنه يكون بكرة بالنسبة لأخبار الفريق في الكنه فبالتالي الأهلي أجرى النهاردة المسحة الطبية الخاصة بالمباراة وده تبقى البروتوكول موضوع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل 48 ساعة من كل مباراة بتعمل المسحة الطبية بتاعتك إن شاء الله بإذن الله الفريق كله يطلع مسحته سلبية أو العينة تكون سلبية علشان الكل يكون متاح بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني فالنهاردة كان بيبحث مع جهازه المعاون ترتبات مباراة فيتا وكان الحديث على مدار الساعات الماضية هناك في الكنغو على كيفية البدء في هذه المباراة وكيفية خود المباراة الصعبة دي وإزاي يقدر الأهلي يتغلب على فريق فيتا كلوب الصعب والمميز حتى لو إحنا شفناه هنا في القاهرة مش بالقوة اللي كنا متوقعينها لكن أكيد عنده فرص أعلى على ملعبه من أنه بلعب فيه أجواء معتاد عليه لكن إن شاء الله جازفا أن يكون موفق في وضع السيناريو الأنسب والاستراتيجية الأنسب بالنسبة لنادي الأهلي في مباراة يوم الثلاث كمان زي ما تكلمنا مع حضراتكم الأهلي بيتمرن مرتين على ملعب المباراة ملعب الشهداء هناك في كنشاسة التدريب الأول كان النهاردة وابتدى في تمام الساعة الثالثة عصرة وانتهى من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي وبكرة حيكون المران الأخير حيكون في نفس موعد المباراة اللي هو في تمام الساعة الثالثة عصرة كمان النهاردة كانت أول محاضرة لمستر بيتسو مسماني مع الفريق والكلام كان عن المباراة واتكلم عن مدى أهميتها واتكلم عن ضرورة الفوز وضرورة أن الأهلي يقدي مباراة كبيرة وفي الحقيقة في بعض المراحل في البطولات المختلفة اللي ممكن تكون بتشارك فيها مش بيبقى مطلوب قوي الأداء بيبقى الأهم النتيجة دايماً أنت في مرحلة اللي عايزوا منها أنك تكسل سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد القرر الصعيد المحلي أنت مباراة الإسماعيلي ما كنتش أحسن حاجة بس كسبت مباراة بعد بكرة مش ضروري أن أنت تبقى أحسن حاجة مش ضروري أن أنت يبقى أداءك ممتاز يعني أنت مش بتتمتع بالأريحية المطلوبة اللي تخليك تأدي بشكل جيد طبعاً نأمن أن الأهل يلعب بأداء ممتاز لكن الأهم إيه؟ الأهم أنك تكسب ده أهم شيء إن شاء الله الأهل يكون موفق في هذه المباراة أنك تكسب أو على أقل تقدير ترجع بنتيجة إجابية بالتعادل يعني رغم أن التعادل برضو في حالة التساوي في عدد النقاط في آخر المباريات في دور المجمعات ممكن ما يكونش في صالح النادي الأهلي بسبب المباراة اللي كانت هنا في القارة والتعادل الإجابة 2-2 لكن خلينا نتكلم في أن الفرس كلها قائمة والأهلي يقدر بإذن الله يطلق ويفوز في هذه المباراة وبالتالي يكمل مشواره في البطولة العمري فاروق كمان رئيس بعثة النادي الأهلي ونائب رئيس النادي الأهلي يبحث مع كابتن سيد عبدالحفيز ترتيبات بعثة الفريق في الكنوة وراجل يحاول يعني يشوف كل العقبات اللي بتكون قدام الفريق فيما تعلق باستعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة وأكيد مهم جدا السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق هناك في الكنوة في كل الأحوال إن شاء الله الأهلي يكون موفق وفي كل الأحوال احنا متابعين لحظة ولحظة كل استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة